موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة العزاء الصف الثاني المتوسط في درس من دروس قواعد اللغة العربية درسنا لهذا اليوم هو اسلوب النداء نتشرف ونرحب بالاستاذ عود الحسني في درسنا هذا فأهلا وسهلا به أهلا بك أحبتي الطلب سلام ورحمة من الله تعالى عليكم أينما كنتم في عراقنا الحبيب يسرنا اللقاء بكم عبر فضائية العراق التربوية وعلى الهواء مباشرة لنقدم لكم درسا في قواعد اللغة العربية للصف الثاني المتوسط يقدمه الأستاذ الفاضل حسين الكناني تفضل أستاذي يمكنكم طلبة العزاء الاتصال بالرقم الموجود في أسفل الشاشة للإجابة على أسئلتكم موضوعنا لهذا اليوم هو اسلوب النداء أو موضوع النداء النداء لغة هو حمل المخاطب على الالتفات ويؤدى هذا بأدوات تسمى أدوات النداء العرب ميالون إلى الاختصار والخفة في الكلام فبدلا أن يقولوا أنادي زيدا أو أنادي عمرا جلبوا أدوات تؤدي الفعل أنادي وهي أدوات تحمل المخاطب على الالتفات هذه الأدوات تكون أم الباب هياء وهي الأكثر استعمالا في القرآن الكريم المصدر الأول من مصادر اللغة وكذلك في كلام العرب وهناك أدوات أخرى أقل استعمالا منها مثل أيا وهيا والهمزة وأي طلبة الأعزاء الآن سننتقل لكم إلى اللوحة ليكون الكلام أكثر وضوحا النداء هو حمل المخاطب على الالتفات لغة أم مصطلاح فهو اسلوب من أساليب اللغة العربية وأدواته ياء وغيرها قول الجواهري مثال على النداء مبدئيا حتى بعد ذلك نتوغل في الموضوع يا سامر الحي بي شوق يرمضني إلى اللدات إلى النجوة إلى السمر أين النداء؟ ما دمنا عرفنا أدوات النداء ياء وأين المنادى؟ سامر الحي إذن النداء هو الحمل على الالتفات وكما في قول تعالى يا مريم يا مريم أنا لك هذا يا مريم يا آدم اسكن أنت وزوجك الجن يا هامان ابني لي صرحا كثيرة هي الأمثلة القرآنية إذن يا حرف نداء طالب العزيز وسامره منادى توجد أدوات أخرى مثل الهمزة وأيا وهيا وأي نضرب مثالا لذلك للأدوات التي غير يا أيا راكب الوجناء هل أنت عالمون؟ فداءك نفسي كيف تلك المعالمون؟ أيا راكب الوجناء أيا حرف نداء وراكب الوجناء منادى نعم نوع المنادى هنا سنأخذه نأخذه بالتفصيل إن شاء الله إذن طالب العزيز عرفنا أن النداء هو الحمل على الالتفات ويؤدى هذا الإسلوب من أساليب اللغة العربية وهو إسلوب طلبي نعم يؤدى بأدوات تسمى أدوات النداء أكثرها استعمال أستاذ حسن اللي يهمنا حقيقة هو المنادى المنادى نعم نعم إذن أدوات النداء هي التي تبرز من هو المنادى نعم والمنادى هنا لا يكون على نوع واحد أنواع المنادى المنادى قد يكون علما والعلم هو أسماء الأشخاص نعم وكذلك أسماء البلدان أسماء الدول نعم فليا بغدادو يا نارو أو أنك لا مقصوده نعم نعم إذن أن يكون علما كقوله يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة آدم اللي هو أبو البشرية علم إذن جاء الالتفات يا آدم التفته جاء الطلب اسكن أنت وزوجك الجنة إذن النداء عندما ركز على أنه الحمل على الالتفات فهو شبه طلب بعده يأتي الطلب مباشرة سند إذن أول نواع المنادى العلم العلم آدم يا مريم أن لك هذا إذن العلم مذكر نعم تارة وكذلك العلم علم مؤنس المهم هو علم المهم هو علم النقطة الثانية أو النوع الثاني من أنواع المنادى أن يكون نكرة مقصودة وضح أستاذ لهم ما معنى المقصودة النكرة المقصودة هي النكرة المحددة حسنت وليست النكرة غير المحددة النكرة التي أحددها أنا كما في قولي تعالى أستاذ نعم كما في قولي تعالى يا نارو يا نارو كوني بردا وسلاما نعم يا نار يا نار كوني بردا إلى آخر النص أين المنادى؟ المنادى نار يا نار وهو نوعة نكرة المقصودة النار التي ألقي فيها سيدنا إبراهيم بالضبط أنها نار محددة لا يخاطب النار بصورة عامة النار التي حددت في الآية الكريمة نعم طالب العزيز الآن النكرة المقصودة كما وضحنا هي نكرة محددة يا بائع كن كريما يا بائع حددت بائع من البائعين وليس جميع البائعين إنما بائع واحد أنا حددته في الحمل على الانتفات يا بائع كن كريما بائع ما نوع المنادى هنا لو جاء لك سؤال ما نوع المنادى في الجملة نكرة مقصودة نعم ثالثا ومثال آخر يا دارو ما فعلت بك الأيام ضامتك والأيام ليست ضامه يخصد الدار التي سكن بها نعم نعم دارو هي نوع المنادى هنا نكرة مقصودة لأنها دار محددة النوع الثالث من أنواع المنادى طالب العزيز أن يكون نكرة غير مقصودة أن يكون نكرة أي غير محددة نعم نعم إنها لا تحدد أستاذ المين نعم ربما يسأل أحد الطلبة نعم كيف نميز بالحركة نعم إذا كانت النكرة ضم ضم مقصودة مقصودة وإذا كان تنوين فتح تكون النكرة غير مقصودة غير محددة أو غير مقصودة وخير مثال على ذلك الأعمى لا يحدد لأنه لا يراه فقول الأعمى يا رجل خذ بيدي أي رجل أي رجل هو لا يراه إنه بصير قول الأعمى يا رجل خذ بيدي إذن رجل كما وضح لإستاذ عود الحسني أن النكرة إذا كانت منونة تنوين فتح فهي نكرة غير مقصودة وكقول خطيب الجمعة عند الموعظ خطيب الجمعة عندما يعظي الناس يقول يا مقصرا يا مقصرا أراد بذلك جميع المقصرين دون تحديد حسنت نعم النوع الرابع من أنواع المنادة أن يكون مضافا أن يكون مضافا أي ما بعده يعرب ما بعد المنادة يعرب مضاف إليه مجرور مثال يا رجل العلمي بوركتة يا رجل العلمي بوركتة رجل منادة مضاف والعلمي مضاف إليه مجرور مجرور وعلامة جره الكسرة ويكون إذن طالب العزيز الآن قد توقفنا في جزئية من جزئيات الموضوع وهو أنواع المنادة إذن المنادة لا يخرج عن أنواع محددة وهي أن يكون علما نعم وأن يكون نكرة مقصودة أي نكرة محددة وغير مقصودة وكذلك يكون نكرة غير مقصودة ومضافا ويكون مضافا نعم هذه الأنواع من المنادة ما إعرابها السؤال الذي يطرح ما إعراب هذه أو الأنواع من المنادة إذن طالب العزيز إعراب المنادة يكون بحكمين أما يكون مبنيا في محل نصب في محل نصب متى يكون عندما يكون المنادة علما وكذلك عندما يكون المنادة نكرة مقصودة حسن والحكم الثاني من أحكام المنادة أن يكون معربا منصوبا والنوعين الآخرين وهو النكرة غير المقصودة والمضاف هما ضمن الحكم الإعرابي وهو النصب يعني يغرب مباشرة مباشرة منصوب أما هنا يا نار كوني بردا وسلاما هنا هنا طالب العزيز قبل أن تعرب تعرف نوع المنادة كيف تستطيع أفو تستطيع أن تعرف إعرابا صحيح يا نار نارو نكرة مقصودة والدليل كما وضح الاستاذ الضم عندما تجد النكرة مضمومة فهذه علامة بناء لأن الاسم يبنى على ما يرفع إليه ما يرفع به سابقا الاسم يبنى على ما يرفع به المفرد يرفع بالضم المثنى يرفع بالألف جمع المذكر السالم يرفع بالواو جمع المؤنث السالم يعرب بالضم يا حرف نداء نارو منادى مبني على الضم في محل نصب وكما في قولي تعالى يا مريم أن لك هذا يا آدم يا إبراهيم أحبتي العراب منادى مبني على الضم في محل نصب نعم كل الأنواع التي وردت وذكرها الأستاذ وهي الأعلام والنكرات المقصودة يكون مبني في محل نصب إذا كان علما أو نكرة مقصودة نعود إلى اللوحة طالب العزيز فيبنى على ما يرفع به الإسم ماذا يرفع به الإسم؟ يكون البناء موجود في محل نصب لأن المنادى من المنصوبات كالمفاعل وكالحال إذن المنادى من المنصوبات وكالمستثنى بإله وهذه ستعرفونها في مرحلتين متقدمة المفرد العلم الضم مثل يا زيد يا زيد لا تقول يا زيد وهذا خطأ لأن التنوين لا يلتقي مع البناء التنوين لا يلتقي مع البناء عندما نونت أعربت يا زيد يا زينب ولا تقول يا زينب العلم المثنى يا زيداني إذن ما علامة بناء الاسم هنا بني على الألف في محل نصب لأنه مثلنا هذا موضوع من اقتصادهم نعم وكذلك يكون نكر مقصوده وليس علم نكر مقصوده يا رجل يا رجل رجل نكر مقصوده واضح طلبة العزاء إذن هناك فرق فرق في المعنى وليس فرق في الإعراب تساوى في الإعراب العلم والنكر المقصوده لكن عليك أن تميز العلم يا زيد يا مريم من النكر المقصوده يا نار يا رجل إذن المنادى إما أن يكون مبنيا في حالتين نعم أو معربا أو منصوبا مباشرة الحكم الآخر من أحكام المنادى طالب العزيز يكون منصوبا معربا منصوبا ولا يكون مبنيا متى أستاذ هذا يكون متى إذا كان أولا إذا كان نكر غير مقصوده غير محدده إذن أطلقت أطلقت الحركة لأننا لم نحدد بينما لا رجل إذن ما علاقة الحركة حددنا رجل بعينه رجل بعينه نعم مثل يا رجل خذ بيدي أين المنادى طالب العزيز رجل منادى منصوب منصوب لم أقل مبني منادى منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخر يا سائقا لا تسرع أنا لم أحدد إنما هي النصيحة عامة للجميع فسائقا نكر غير مقصوده وهو منادى منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخر النوع الآخر الذي يكون منصوبا أن يكون مضافا أن يكون مضافا مثال يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه أين موطن الشاهد موطن الشاهد دجلة الخيري دجلة منادى منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخر وهو مضاف والخيري مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة إذن طالب العزيز عند إعراب المنادى عليك أولا أن تتعرف على نوع المنادى نعم لأن نوع المنادى ضروري لكيفية الإعراب فإذا كان علما وإذا كان نكرة مقصودة أو محددة يكون حكمه البناء ويكون حكمه البناء في محل نصب منادى وإذا كان نكرة غير مقصودة أو مضاف يكون منصوبا مباشرة إذن الآن طالب العزيز هناك فائدة هناك اسم معرف بأل كيف أناديه هنا نحتاج إلى وصلة للنداء تصلنا إلى المعرف بأل وهو أن نستخدم أيها للمذكر وأيتها للمؤنث مثل أسألك سؤال نادي الطالب كلمة الطالب استخدم جملة فيها نداء الطالب الطالب يا الطالب لا يجوز لا يجوز فإذن نستعين بأيها لأنه مذكر يا أيها الطالب أو كما قال تعالى نعم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم نعم بقي أن تعلم عزيز الطالب هناك اسم ويبدأ بيال ولا يحتاج إلى أي وهو لفظ الجلال نعم يا الله وحذفت لي وعوضت بني مشدد اللهم صلي على محمد وآلي محمد أحسن تستطيع نعم إذن أستخدم أيها للمذكر وأستخدم أيها للمؤنث في نداء الاسم المعرف بأهل نعم يا أيها الطالب يا أيها الطالبة بقي شيء مهم جدا لا تعرب الطالب منادع باعتباره هو الذي نده إن ما حلت أي محل حكمه الإعرابي فإذن أي منادى مبني على الضام في محل النص في محل النص أم معرب ما بعد نعم بدل أوصف ضمن المنهج ليس ضمن المنهج في مرحلة متقدمة وتكون أي هي المنادى وما بعدها بدل أو نعت نعم إذن طالب العزيز خلاصة الموضوع أن النداء هو الحمل على الالتفات بماذا يؤدى هذا الإسلوب من أساليب اللغة العربية الطلبية الإنشائية يؤدى بأدوات أكثرها استعمالا إيها وأقلها الأدوات الأخرى وهي هي وأيا والهمزة والهمزة وبقي أن يعلم الطالب الهمزة إذا كان المنادى قريبا منك نعم لم تذكر في المهلة نعم كما قال الشاعر أفؤادي متى المتاب أفاطم أفاطم مهلا بعض هذا التدللي نعم حينما يكون قريبا إذا بالهمزة إذن الهمزة بما أنها لا تنتهي بألف الأطلاق التي يصل الصوت فيها إلى بعيد مثل هياء هياء الألف نعم الألف يصل إلى مسافة كبيرة وياء وأياء هذه لنداء البعيد أما الهمزة وأي الساكنة فهي لنداء القريب اليا للبعيد وللقريب نعم هي أم الباب نعم إذن علينا أيضا ثانية طالب العزيز أن نتعرف على أنواع المنادة أنواع المنادة العلم والنكرى المقصودة المحددة والنكرى غير المقصودة غير المحددة وكذلك المضعف الساكنة حسين نعم معرفة المنادة هو الذي يحدد العراب نعم متى يكون يعرب مبنيا نعم ومتى معربا نعم إذن على الطالب أن ينظر إلى ما بعد حرف النداء إن كان علما أو نكرة مقصودة فهو مبني على الضم في محل نصب في محل نصب وإن لم يكن فهو منادة منصوب مباشرة أحسنتم نعم إذن هناك علاقة وثيقة بين نوع المنادة وبين إعراب المنادة نفسه الأحكام الإعرابية لأنواع المنادة هما حكمان الحكم الأول هو البناء ويبنى على الضم إذا كان علما يا زيد وإذا كان نكرة مقصودة يا نار الحكم الآخر هو النصب يكون منصوبا إذا كان نكرة غير مقصودة غير محددة أو مضاف وكذلك إذا كان مضافا يا رجل ويا رجل العلمي إذن كان نكرة غير مقصودة وكان مضافا وكان حكمه النصب مباشرة نعم بعد ذلك بعد ذلك في موضوعة تقويم اللسان لا تقول تلهف إلى لقاء استاذه من الأخطاء الشائعة أن نستخدم تلهف إنما اشتاق إلى لقاء استاذه وكذلك لا تقول نذهب سوية هذه من الأخطاء الشائعة بل تقول نذهب معا نذهب معا أي مجتمعين أي مجتمعين وتعرب حال وتعرب حال نعم الآن بعد أن وهنا أن المنادة هو الإسم المدعو ويق ويق بعد نداء مباشرة وكذلك أنواع المنادة وكذلك نعم نعم ويكون نكرة مقصودة بقي شيء مهم جدا طالب العزيز المفرد لا يبنى فقط على الضم نعم المثنى لا يبنى على الضم مثل يا زيداني وتتفاجئ تقول الأستاذ لم يعطينا قال البناء على الضم يا زيداني قلنا أن يبنى على ما يرفع به الاسم نفسه فلماذا قال يرفع به الاسم نفسه فقد يكون مفردا وقد يكون مثنى وقد يكون جمع مذكر أو قد يكون جمع مؤنث وهذه الحركات تختلف إذن يا زيداني هذه العلامة علامة فرعية على الألف على الألف لأنه مثنى كان جمع المذكر يا زيدون وكذلك جمع الإناث يا زينبات بالضمة لأنه جمع مؤنث سالم وكذلك النكرة أيضا أيضا هذا يخص الكلام ليس فقط العلم يخص النكرة رجل رجلان يا مخلصون وكذلك يا مخلصات إذن لماذا لم يقل يا رجلون لأنه ليس من شروط جمع المذكر السالم يشترط أن يكون حلما الآن ننتقل طالب العزيز إلى التمرينات صفحة الدعش من كتاب الجزء الثاني التمرينات الأول نعم عين المنادة في كل من الجمع التالية أو الآتية وبين نوع المنادة وعراب وعراب مهم جدا يعني قبل أن تأتي إلى الحل المطلوب منك تعيين المنادة ومن ثم نوع المنادة وعراب المنادة بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول قالوا يا شعيب حرف النداء المنادة هنا شعيب شعيب نوع علم أحسنت أين العراب مبنيا على الضم إذن العراب يكون شعيب شعيب منادة مبنيا على الضم في محل نصب نعم 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 قال الجواهري شاعر العرب الأكبر هذا الشاعر العراقي العظيم يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين هنا قراءة يقول يا دجلة دجلة المعروفة إذن يا دجلة الخير المنادة هنا طالب العزيز دجلة الخير نوع المنادة مضاف والعراب يكون منصوبا وعلامة نصبه الفتح الظاهرة على آخره وهو مضاف وما بعده وما بعده مضاف إليه يا إنسانا حافظ على البيئة أين المنادة إنسانا ما دامت جاءت النكرة منونة وإن فتح فهي نكرة غير مقصودة إذن ويكون منادة منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهرة على آخره وهذا يعرب المعرب نعم يعرب الحكم إذا كان علما أو مقصودة فهو مبني في محال نصب نعم يا حكم المباراة كن يقضا وعادلا أو قبلها صديق يا صديق أنت والوفاء قرينان يا صديق صديق نكرة غير مقصودة و مقصودة هنا عفو صديق نكرة العفو نكرة مقصودة لهذا يكون علامته البناء على الضام على الضام في محل في محل نصب حسنت نعم إذن كيف نميز بين النكرة المقصودة تكون ضام مضمومة غير المقصودة منونة منونة تنوي أما هذه إن كانت النكرة مفردة في الضام وإن كان مثن الألف يا صديقان نعم يا حكم المباراة إلى آخره أين المنادة هي حالها حال دجلة الخير حكم المباراة مضاف منادة منصوب علامة نصبه الفتح الظاهر على آخره وهو مضاف والمباراة مضاف إليه حرف النداء له محل عرابي أستاذ أم لا؟ كل الحروب في اللغة العربية ليس لها محل من العرب لا محل له من الإعراب هذا هو التمرين الأول نعم التمرين الثاني مثل لما يأتي بجملين مفيدة المطلب الأول منادة علم مؤنث منادة يكون نوع علم مؤنث يا هندو اشتهدي يا زينب يا زينب هذا الاسم الجميل وربما تسأل بناتنا ما معنى زينب زينب شجرة منظرها جميل رائحتها زكية وهي حفيدتي واعتز بها وكل زينب هن بناتي نعم المطلب الآخر منادة نكرة غير مقصودة مقصودة هنا عفو منادة نكرة مقصودة يا رجل حددته يا رجل استيقظ مبكرا يا رجل استيقظ مبكرا رجل حددته لأنه مبني على الضم في محل نصب في محل نصب هناك المطلب الثالث منادة نكرة غير مقصودة يا رجل اتق الله يا رجلا لم أحدد رجل معين يا رجلا افعل الخير يا رجلا افعل الخير نعم المقصود جميع الرجال وليس رجلين واحدا منادى مضاف إلى اسم يا مدرس العربية بوركتة يا مدرس العربية مدرس منادى مضاف منصوب علامة نصبه الفتحة والعربية مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر مضاف إلى آياء المتكلم مضاف إلى آياء يا أخي طاب مسائك وهذا موضع يجب أن نقف عليه لأن الحركة هنا ستكون مقدرة لإشتغال المحل بحركة مجانسة للمجانسة لأن الياء تحتاج إلى الكسر وهذا ليس في موضوعنا نعم لكن التمرين الرابع هو إعراب الرابع نعم نعم إعراب يا رجل سأساعدك فانتظر يا رجل يا رجل رجل يا حرف نداء منادى مبني على الضم وهو نكرة مقصودة هو أراد أن يفرق بين رجل ورجل رجل رجل إذا كانت تنوين تنوين فتح فهو نكر غير مقصودة نعم ويكون حكم النصب مباشرة إذن الفرق في العراب نعم في جملة الأولى مبني على الضم والسبب لأنه نكرة مقصودة مقصودة أما الجملة الثانية الجملة الثانية منادى منصوب مباشرة وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه نكر غير غير مقصودة غير مقصودة أستاذ العزيز التبريد الثالث أيضا إدخال يا النداء على جمل نعم يا أختي نوهنا على المنادة المضافلة يا المتكلم تكون الحركة هنا ليست الفتحة إنما الحركة مقدرة ليست الفتحة الظاهرة مقدرة لإشتغال المحل بحركة مجانسة لأهلياء يا عامل نعم يا عامل يا عامل نعم يا عامل اجتهد في عملك هنا الأسماء نعم يعني مر المنادة أضيف لاياء المتكلم نعم ومر جاء نكر مقصودة عامل نكر مقصودة يا عامل ومر جاء علما يا بغداد يا بغداد بغداد الحضارة نعم بغداد ومشتبكت عليك الأعصر إلا ذوت ووريق عمرك أخضر بالمناسبة تستحق بغداد نعم هذا الثناء الجميل الهمزة ذكرني الأستاذ الهمزة حالها حال همزة الاستفهام يجوز حذفها للتخفيف بغداد الحرف النداء المحذوف الهمزة ولا يحذف غيره نعم لأنه استخدمها للقريب أكثر حروف تحذف يا نعم أما بقية الأدوات نعم فيها إشكال نعم لماذا؟ لأن اليا تحذف لأنها أم الأدوات بالضبط لكن هذا الموضوع أما البقية لهذا الموضوع لمحبة بغداد نستخدم أداة للقريبة ضرورة 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 نعم نعم عالما يا عالما يا عالما نوع المنادى هنا نكر غير مقصودة منصوب منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره مجيب الدعائي جاء مضافا جاء مضافا حالها حال دجلة الخيري نعم مجيب الدعائي يا مجيب الدعائي نعم يا مجيب الدعائي فرج مجيب منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو مضاف والدعائي مضاف إليه طالب العزيز الآن استكملنا موضوع النداء وقلنا إن النداء لا يؤدى إلا بأدوات تسمى أدوات النداء ما بعدها يكون الاسم المدعو هو المنادع بقت النداء نعم مداخلة بسيطة نعم كثير يعني وردت في النسوس القرانية نعم يأتي المنادع نعم والحرف محذوف وهو يا نعم يوسف نعم أعظم لكثرة الأحسن نعم لكثرة السلام وهي أم الباب نعم أم أبواب أما بقية الأدوات متى تكون بمعنى يا فيل للنداء أحسن تستطيع لأن الهمزة كما تعرفون إما أن تكون حرفا من حروف اللغة نعم مديرنا الرائع اسمه أحمد إذن همزة أحمد همزة أصلي نعم وتأتي للاستفهام نعم كتابا قرأته وتأتي حرف مصدري نعم متى تكون للنداء إذا كانت بمعنى يا أفؤادي متى المتاب يصح أن نقول يا فؤادي متى ما كانت بمعنى يا إذن هي للنداء نعم نعم أستاذ أسألكم سؤال هل تطرقنا إلى الفعل في الموضوع لم نتطرق إلى الفعل في الموضوع لأن من علامات الإسم هي النداء الإسم فقط هو الذي ينادى فبماذا تميز الإسم تميز الإسم بالجري والتنوين وال والنداء إذن هذه المنادى المنادى الذي يقع بعد حرف النداء هو اسم لا ينادى الفعل النداء قلنا أنه يؤدى بأدوات تسمى أدوات النتاء هل المنادى أسألكم طلبة العزاء هل المنادى نوع واحد لا الإجابة تكون المنادى على أربعة أنواع وما الفائدة تقول لأني أستطيع أن أعرف المنادى احتمادا على نوع المنادى على نوع نعم على نوع فإذا كان نعم نعم خذ مثالا اكتب نعم يا يا مريمو حتى نعرف طالب يا 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 مريمو أن أن لك هذا أن لك نعم يا مريمو أول شيء تعمله عزيز الطالب ما نوع المنادى هنا مريم اسم من أسماء العلم إذن نوع المنادى علم العلم في أي حقل وضعت في حقل البناء سنت في موضع البناء إذن منادى مبني ولكن لا أنسى أن المنادى من المنصوبات عندما أقول منادى مبني على الضم لا أتوقف في محل نصب منادى لماذا في محل نصب لأن المنادى من المنصوبات من المنصوبات أحسن لأن المنادى من المنصوب عندما أقول يا دارو نفس العراب هنا دارو اختلف النوع دارو نكرى مقصودة لكن وافق العلم في الحكم العرابي وافق العلم إذن منادى مبني على الضم في محل نصب لا تنسى عزيز الطالب أن تعرب العلم والنكر المقصودة بناء لكن لا تنسى أن تقول في محل نصب لأن المنادى من المنصوبات لكن في النوعين الآخرين مثال مثال على المضاف يا رجل الخيري يا رجل الخيري يا رجل الخيري رجل الخيري مضاف إلى المعرف بإهل إذن رجل منادى نوعه مضاف منصوب مباشرة لا تقول مبني إنما منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف أيضا لا تنسى تقول وهو مضاف حتى يعرف المدرس أنك قد عثرت على نوعه الصحيح وما بعده مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر والمثال الرابع يا رجل يا رجل يا رجل هو النوع الرابع من أنواع المنادى وهو النكرة غير البقصودة النكرة غير المحددة ما حكمها الإعرابي؟ حكمها الإعرابي هو النصب مباشرة رجل يا حرف نداء رجل منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وبنمكان مثال إذا كان المنادى معرف محلى نعم يا أيها الإنسان أحسن تتعلم أين المنادى هنا؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا أيها الإنسان جاء الطلب ما غرك بربك الكريم أين المنادى؟ المنادى معنويا نعم نعم معنويا الإنسان بالمعنى الإنسان لكن إحنا لماذا نحن عزيز الطالب عفوا نحن نحتمد على الإسم الذي يقع بعده يا النداء مباشرة فهو حل محل المنادى الأصلي أورو ما يسأل إستاذ حسين نعم ما نوع أي هذه أي يتوصل بها لنداء المحلة وصل لنداء المحلة نوحة يتوصل بها وتأخذ إعراب الإنسان وتأخذ إعراب العلم نعم تعرف إعراب العلم يعني أنه مبني أحسن يا أيها الإنسان إذن الإعراب كامل حتى تتضح لديك عزيز الطالب يا حرف نداء أيها منادى مبني على الضم وهذه الها للتنبيه الها للتنبيه والإنسان هو صفة أو بدل وإذا كان المنادى مؤنثا نعم يا أيها نفس المطمئن نعم ارجع إلى ربك راضية مرضية يا أيها يا أيها نعم للمؤنث لنداء الإسم المؤنث والإعراب نفس الإعراب يا أيها منادى مبني على الضم والها للتنبيه إذن إلا نداء لفظ الجلالة الله سبحانه وتعالى فيكون النداء مباشرة ولا يحتاج إلى وصل يا الله ولكن حُلِفت يا الله مناد خير ولكن عوضت هذه الياء بميم مشددة في آخره اللهم اللهم وهي تستخدم كثيرا للدعاء نعم اللهم ارفع عنا هذا الوباء نعم 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 أصلها يا الله يا الله أصلها يا الله إذن الميم المضاعفة اللهم الميم في تركيبة اللهم هي عوضت عن يا النداء التي يجب أن تسبق الإسم إذن عزيز الطالب عليك أن تضع يدك على أمور مهمة ما هذه الأمور المهمة أن تحفظ أدوات النداء حتى تستطيع أن تحثر عليها في الجملة المطلوبة منك كذلك عليك أن تضبط أنواع المنادى أنواع المنادى أربعة علم ونكر مقصودة ونكر غير مقصودة ومضاف إن ضبطت الأنواع ضبطت الإعراب وعليك أن تحفظ الإعراب هناك نوعان من المنادى يكون 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 مبنيان يكون نعم نعم وهناك نوعان من المنادى معربان النوعان المبنيان هما العلم والنكر المقصودة والنوعان الآخران هما منصوبان مباشرة ما هما النكر غير المقصودة وكذلك المضاف العلم والنكر المقصودة بماذا يبنى أيضا موضوع أو جزئية مهمة جدا عزيز الطالب إذا كان مفردا إذا كان على الضم العلم إذا كان مبني عظم وإن كان مثنى مبني على ما يرفع به المثنى نعم وإذا كان جمع مذكر سالم مبني على ما يرفع به جمع المذكر السالم وهو الواب وإذا كان جمع مؤنث سالم يا مجتهداته أيضا يكون مبني على الضم وهو علامة رفع جمع المؤنث السالم إذن الإسم المبني لا يكون مفردا فقط إنما يكون مثنى ويكون الجمع بنوعي جمع مذكر السالم وعلي أن يختم الضراب في محل نصوب لماذا؟ لأن المنادة من المنصوبات لأن المنادة ولكن الإسم هنا المنادة جاء علما أو نكرة نقول المبني في محل نصوب في محل نصوب أما النوعان الآخران فيكونان معربان أو منصوبان مباشرة مباشرة السؤال الآخر الذي يجب أن نضبطه كيف تنادي المعرف بأل؟ نعم ننادي المعرف بأل بوصل للنداء تكون أيها للمذكر وتكون أيتها للمؤنثة وحتى يجوز بإسم الإشارة هذا نعم يا هذا الرجل نعم يجوز نعم نعم من باب تقويم اللسان لا تقول تلهفة إلى أستاذه بل قل اشتاقه إلى أستاذه نعم لا تقول سوية لا تقول نذهب سوية بل قل نذهب معا وهو حال منصوبة وعلامة نصبها تنوين الفتح نعم إذن النداء هو اسلوب من أساليب الطلب وكذلك وكذلك يكون النداء المنادى حكمه الأصلي هو النصب أما البناء فهو عارض في الحكم ولهذا ينبغي أن أقول إذا كان علما أو ناكرة مقصودة أن أقول مبني مبنيا ولكن لا أنسى أن أقول في محل نصب منادى أحسنت أحسنت أستاذ نعم نشكر الشكر الجزيل للاستاذ عود الحسني في حضوره وكذلك نشكر العاملين وراء الكواليس الشكر الموصول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا 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 اشتركوا في القناة